ودلوقتي معدنا مع جولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت إمبارح في المحافظات منها انطلاق ليالي رمضان الثقافية الفنية بالمسرح الروماني وده في سهاج وانتهاء المرحلة الأولى من مبادرة التعليم حياة بالقرى حياة كريمة في الأليوبية وأخبار تالية كتير معانا في البحيرة والشرقية وكمان أسوان رصدناها لحضراتكم من خلال التقرير التالي في مجموعة من الأخبار اللي حصلت إمبارح في المحافظات البداية من سهاج اللي تم فيها إطلاق فعليات ليالي رمضان الثقافية بالمسرح الروماني بالتنسيق ما بين الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة وقصر ثقافة سهاج الفعليات بتتضمن فقرات متنوعة للموسيقى العربية والإنشاد الديني وابتهالات فردية وورش فنون تشكيلية وكل الفعليات دي متاحة للجمهور بالمكهن في أسوان كلف اللواء الشفعطية محافظ أسوان بقيام لجنة الإغاثة والمساعدات بالمحافظة بتنظيم حفل إفطار جماعي لخمسمية وتمانية أسرة داخل حي السلام بمساكن الإيواء العاجل لمتضرير سيول وده بالتنسيق ما بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني إمبارح في البحيرة تم افتتاح تمن مساجد جديدة بتكلفة إجمالية عشر مليون وتلتمية وخمسين ألف جنيه وأكد اللواء هشام أمنى محافظ البحيرة على الدور الكبير اللي بتقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف في الشرقية تم إطلاق أولى فعليات مبادرة تنمية الأسرة المصرية بمركز الحسينية وده من خلال تنفيذ مجموعة من الأمسيات الثقافية اللي بتقدم عروض فنية متنوعة ما بين إنشاء الديني وأغاني وطنية ومسرح عرائس في القليوبية تم الانتهاء من المرحلة الأولى من فعليات مبادرة التعليم حياة وده بعد تدريب 140 طالب وطالبة و50 معلم و110 من أهالي الوحدة المحلية بالأشيش ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة اشتركوا في القناة